السلام عليكم يا شباب في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح المحاضرة العشرة في موديول ENT اعتبر المحاضرة التانية في النوز وهناخد فيها البوليب والنيوبليزيا تمام اول حاجة يعني ايه بوليب ده عبارة عن بدنكولياتي ادومة الساينس يعني حاجة عاملة زي الشجرة او عنقود العنب كده بتبقى خارجة من الميكوزة وبالطول جواه النزل كافتي طب هي بتتكوى من ايه زي ما كنا واخدين في الباصولجي بتتكوى من كور وكفر الكور بتاعها بيبقى عبارة عن صاب ميكوزة وديها حصل لها انفلتريشن بالبلازمة سيل والإسينوفيل والليمفوسايت والكفر بتاعها عبارة عن السودوستراتفايد ده سلياتي كلام در إبيسيليم والزجلوب لتسيل اللوها بتاع النوز يعني نوعها فيه عندي نوعين اسمه ده البوليب وأنتروكوانا البوليب هنعرف دلوقتي الفارق ما بينه تمام بصوا كده بقى نرسم برضو شكل البوليب عارفين بيبقى عاملة زي بصوا دي مسلا النوزة هي ماشي ده النزل سيبطم بلاقي مسلا خارج عندي من الميكوزة خارج عندي حاجة عاملة زي عن قوضي العنوب كده او الشجرة عاملة كده تمام ده اللي هو الايه شكل النزل بوليب احنا قلنا الاول نوع اللي هو الاسمويدل ماشي الاسمويدل دوت من اسمه خارج من الاسمويدل صاينوس هو عبارة عن بايلاترال آآ يعني هي بتكون كتير لان الاسمودل ساينس اصلا فيها مخرامة فيها خرام كتير تمام وبايلاترال يعني عن ناحيتين طب الانسان سأل لك اول حاجة ان هي بتبقى زيان الانترو كونال بوليب يعني اشهر من النوع التاني آآ بتحصل في الادلت وبتبقى بايلاترال ومالتبول طيب بعد كده عايزين نعرف الليتيولوجي بتاعها بصوا آآ اشهر سبب يعملها اللي هو الاليرجيك راينايس لو حد عنده حاسية ممكن تكون او آآ يعني من الاخر لو واحد عنده حاسية او عنده التهابات في الجوب الانفية تمام السمتومز بقى آآ بيبقى عنده بايلاترال نيزل ابستركشن بايلاترال آآ ميوكود نيزل منخيره الاتنين مقفلين وبينزل آآ افرازات مخطية آآ طيب بعد كده الصين آآ الدكتور بقى هيلاقي ايه هيلاقي ان هو عنده لما يفتح له كده منخيره او يخش بالمنزار هيلاقي ان هو عنده آآ آآ بايلاترال يعني هو عنده على الناحيتين آآ في عنده آآ في عنده كتل يعني كتل آآ بتلمع ماشي آآ وكتير وآآ ولها رقبة كمان لها رقبة طالعة منين بقى طالعة من الميدل آآ والسبيروميتس احنا طبعا عارفين ان الاسمويدل ساينوس الانتيريور بتبقى في الميدل ميتس انما البستيرو اسمويدل بتفتح في السبيروميتس تمام قال لك ان انت عندك في آآ البوليب دهات ممكن تشوفه من خلال يعني ممكن اصلا لو انت شخص كالطبيعي بتبص على واحد مريض تلاحز عنده البوليب دهات خارج خارج طالع من بره تمام طيب السيتي آآ وظيفته ايه هنا ان انا عارف من خلال بتاع البوليب طالع منين وخارج منين عشان او عارف اعمل عملية قال لك بتاعه عالي يعني لو انا شلته بنسبه كبير قوي بيرجع طب العلاجه بقى ان احنا نعمل ايه قال لك اول حاجة سيرجيكال وده ات اهم من ميديكال تمام? آآ عندنا عملية ايه اول عملية اسمها اسموي اسموي دوكتومي آآ ودي بتتعمل اندوسكوبيك وتتعمل بالمنزار آآ ودي تليه تتريت من دوفة شويس ده احسن حل يعني ان انا بعمل ايه بقى آآ بخش انا في الاسمويد ساينس نفسها آآ بشيل ممكن اشيل الاسمويد كلها بشيل الاسمويد ساينس كلها عشان اشيل البوليب من الجزور بتاعته تمام? في العملية التانية بقى اسمها البوليب كتومي آآ ان انا بقى مش هشيل البوليب من الاصل بتاعه لا انا هشيل بس الحاجة اللي طلعه منه من الاخرى مش هجيبه من جزره طب انا ما اجيبتوش من جزره يبقى كده عنده هيرو كرنسلات بنسبة كبيرة او هيريجع تاني تمام? آآ طب الميديكال تريتمنت قالك لو لو البوليب ده اتصغير ممكن لو انا اديته كورتيزون آآ في حالة ديت اللي ممكن يغفل واحده والعملية دي اسمها البوليب كتومي يعني انا بتخلص من البوليب آآ عن طريق العلاجات والادوية طيب ممكن ادي له انتي يستمعيك ده غالبا بيكون بعض العملية اللي هي البوليب كتومي اللي احنا قلناها فوق آآ عشان امنع ان هو يرجع تاني تعال بقى نشوف الانتروكوانل البوليب ونحاول نفرق ما بين الاسمه ده البوليب قالك ان الانتروكوانل بيكون يعني طالع في جنب واحد بس من النخير آآ وسينجل هو واحد بس مش مالتبول آآ وبيطلع من المجزيلة تمام بعد ما بيطلع من المجزيلة قالك ان هو بيخرج من من فتحة بتاعت الساينس بيملل نزل كافتي ممكن كمان يخش عن طريق البوستيرو نزل اوبنينج اللي هي كوانا وخش يعني هو على كرس بتاعه وطلع من المجزيلة ساينس ملل نزل كافتي وبعد كده يدخل على النزل كافتي طيب الانتروكوانل بتاعته قالك ان هو بيكون آآ يعني الاسموي ده لاشهر بكتير طب بيجي فين بيجي في التونيتجر لهم المراهقين آآ طبعا بيبقى يوني لاترال وسينجل تمام آآ يعني هو واحد بس وايه آآ وطلع في جنب واحد من منخير طيب السبب بتاعه هنا مش معروف بس هو بيقولك ان هو ممكن يكون او آآ سيمتمز بقى بيبقى عنده يوني لاترال آآ عنده جنب واحد من منخيره مقفول وبيطلع افرازات مقاطية طب هشوفوا بقى بالانتيور راينوسكوبي هيبقى عامل ازاي قالك ان هو بيبقى عبارة عن طالع منين بقى احنا عارفين المجزيلة كان بتفتح في المجزيلة تمام فهنا هيبقى 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 لانه ما كانوا قصدا طالع القصد بتاعه من المجزيلة بيفضل الماشي بقى باكورد باكورد الحد ما يوصل للقوانة اللي هي البستيرونيزة عشان هو عايز يخش على الفارنس طيب السيتي آآ دايجنوستك وبقدر اعرف منها كمان بتاع البوليب بتاعه على عكس الاسمويدة البوليب كان هناك كان عالي قوي هنا بقى الريكورنس بيبقى طب قالك هنا هناك كنا ممكن نستخدم في الاسمويدة البوليب ممكن نستخدم كورتيزون او انتي يستامنك لو البوليب ده صغير هنا ما ينفعش طب بنعمل ايه قالك اول حاجة اول عملية اسمها اندوسكوبيك بوليبكتومي آآ ده برضو اللي وقت لاني ده انا بحل المشكلة من اصلها انا بشيل البوليب من من الصينس نفسه فكده حل جازري تمام فبالتالي مش هارجع تاني البوليبكتومي بقى انا بشيل اللي ظاهر بس في النزل كافتي من البوليب تمام وبالتالي في الحالة دي هيبقى عنده خواير بنسبة كبيرة هارجع تاني تمام؟ آآ وبعد كده بقول لك ان ال آآ وبعد كده بقول لك اللي ممكن اعمل عملية اسمها الراديكال انترام دي بقى عملية في الحالات اللي هي تمام؟ بعد كده بقى نخش في النيوبلاستيك عندنا اول نوع حاجة من النيوبلاستيك هناخد البنائن اول البنائن اللي هو تمام؟ آآ الانفيرتت باب اللومة ديت آآ بتحصل هي اكتر في في الميل عن الفيميل بتحصل اكتر في الميل عند الناس اللي مثل انهم اكتر من اربعين سنة طب بكانها فين بتحصل في اللاترال says who, يعني بصوا كده دا مثلا النيزاز هناخد بالنا منا ان اي آآ يعني البابلومة العادية مسلا بتبقى طالعة بتبقى طالعة كده دي البابلومة العادية ماشي؟ دي بقى بتبقى طالعة على عكس ازاي بص كده. آآ هي مثلا طالعة من هنا كده ايه? وبتبدأ تخش الجوة تخش جوة الميوكوزة. يعني هي من الآخر هي نفسه بيبقى داخل جوه الميوكوزة. ما بيخرجش. ويعمل في النزل كافلي. من الاخر يعني لو جبت واحد كافة تحت له منخيره ممكن مشوفش رأسنا التيومة. هليقى بس الميوكوزة متضخمة. في اللاتر الهول. ماشي? وده عكس اللي كان بيحصل في البوليب. عكسه خالص. بقولك ان هو اللي احنا قلناه ان البروريبيرتنج بسيلة لسيلز. بتخش جوه السترومة اللي تحتها. تمام? اه بدل ان هي تطلع اوتورد. لأ ده هي دخلت ايه? ايه نورد. اه لذلك احنا سميناها يعني بابللومة مقلوبة. اه بقولك ان بيبقى سليم. ما حصلش في حاجة. وبالتالي دي مش تمام? طيب. اه بالنسبة لله بتاعها. قالك بالرغم ان هي بيناين بس هي بتبقى يعني في المنطقة اللي هي موجودة فيها اللي هي في النوز يعني في قطار النوز. اه بتفضل تكسره كده. بعد ما بشيلها غريبا بترجع تاني. وبقولك اه الماليجين ترانسفورميشن هي تقلب لسكومة السيل كارسينومة وتبقى آآ ممكن يحصل بس بالنسبة تقريبا قليلة من خمسة العشرة في المية. طيب السمتمز واحد عنده. آآ واحد عنده آآ بابللومة هي بقى عنده ايه? هيبقى اول حاجة هتبقى مناخيره مسدودة بس في ناحية واحدة. تمام? فهو بيبقى عنده غالبا بيقى في ناحية واحدة. بيبقى عنده يوني لاترال نزل ابستراكشن ويوني لاترال نزل دستشارج. نخلي بالنا ان الدستشارج اللي بينزل هنا بيبقى ريحته وحشة. تمام? آآ ويوني لاترال ابستاكسس لانها بتخش جوه جوه الميوكوزة اللي موجودة في اللاترال وال. بتبدأ تعور فيها فممكن يحصل ايه? لو وصلت لبلاث ديزل ولا حاجة ممكن تعور ويحصل نزيف. الساينت بقى قال لك انها بتبقى عبارة عن يوني لاترال آآ فليشي يا ماس طالعة من اللاترال وال بتاعها نزل كافتي. الانفستيجيشن ممكن اعمل سيتي او اما راي. باعرف منها بتاع تيومور. تيومور ده طالع منين انتشر لحد فينه وكده وبحدده. عشان قبل ما اعمل العملية واشيله. ممكن اعمل بابسي اخد آآ عينة كده من من تيومور ده. وابدأ اشوفه تحت الميكروسكوب عشان اتأكد من الدياجنوزيس واشوف الكراتيريا بتاعت تيومور تحت الميكروسكوب. التلات منت بقى. احنا قولنا اول حاجة اللي هي. آآ اللي هو بنشيله. تمام? بنشيله ازاي قال لك اندسكوبك رموفل او في الانفرت بابلومة. ان احنا بنشيله بالمنزور. تمام? آآ طيب. بالنسبة بقى للسكومة بقول لك دوت اشهر بحصل في النيزل كافتي والساينس. تمام? دي حاجة معلومة مهمة. وبمثل آآ تلاتة في المية من كل اللي بحصل في ال هدو و النك. آآ طبعا برضو هنا بيحصل اكتر في الميل. آآ وبيحصل عند اللي هم بيعدوا ال خمسين سنة. ماشي? ده الانستنس بتاعه. آآ مكانه بقى بيحصل اشهر مكان ممكن يحصل فيه. المجزيلاري. آآ صاينس. تمام? آآ وبعد كده. بعد ما و تاني اشهر مكان اللي هو والمكان اللي هو الاسمويد الساينس. يبقى اشهر مكان المجزيري. وبعده وبعده الاسمويد الساينس. طيب بلsocial ça فاكتور. آآ بس اول حاجة اللي هو ايه الناس اللي هما بيشتغلوا في النيكل دول معرضين للكانسل ده. وكامل هو الدست اللي هما النجارين اللي هما على طول متعرضين لانشارة الخشب ممكن بيضو يجيله. في حاجتين بقى تانين اللي هما دول حاجات جنرال يعني بتجيب اي كانسل. بقى بتاعه اول حاجة بيروح يعني مسلا ممكن يروح من النوز من قصدي يروح للنوز. ممكن ينزل تحت مسلا ينزل للماوس ممكن يطلع فوق يطلع للأوربت كده يعني. آآ الليمفاتيك سبريت ده بقى الليمفاتيك والبلد بيبقوا ليت وانكمي يعني مش مش نادر انا ما بيحصله تمام? بس ممكن يعني ممكن مسلا لو واحد عنده كانسر وبقاله سنتين آآ سنتين او تلات سين ولا حاجة ممكن بنسبة كبيرة هيوصل للبلد وهيوصل للمفنوت. قالك آآ على حسب آآ لو في الانتيرو جروب اللي هما الفرانتل والانتيرو الاسمويدل والمكزيلاري. تمام? اللي هما بيقوا بينين يعني. آآ دول كانوا بيحصل لهم ديرينجي اصلا فين? كانوا بيحصل لهم ديرينجي في الساب منديبلور للمفنودز. وبعد كده بيروحوا لديب سورفايكا للمفنودز. فلاقي الليمفنودز ديت مالها متضخمة. بتبقى موجودة في الرقبة بيحسوها تحت في الرقبة تحت المانديبل على طول. ممكن آآ ممكن احسوهم وديب سورفايكا برضو. لو لقيت ان الليمفنودز دي متضخمة لأ. كده خطر لان الايه? آآ الليمفنود انفولفمنت طوات. ممكن توصل للمفنودز اللي في الجسم كله. آآ البستيرو جروب بقى اللي هما البستيرو اسمويدل والليسفينويدل. آآ بتروحوا فين? بيروحوا اول حاجة. الريترو فارينجيل ودي ما ببانش اصلا. آآ يعني ما اقدرش عامل لها بلبيشن. نعم موجودة ورا ورا الفارنكس. تمام? وعندك كمان اللي هو الايه? دي بسورفايكل. آآ زي زي اللي فاتت. يبقى انا بحسهم فين بحس آآ اللي فوق بحسها حتى المانديبل وفي الرقبة. انما البستيرو جروب بحسها فين? بحسها في الرقبة بس. البلاتز بريت احنا قلنا برضو بيبقى آآ بيرو ليت. بيروحوا لاربعة اورجن. آآ ايه هما? بجميعانهم في كلمة لبلب. اللي بيه اللي بيه. اللي هما والبون والليفر والبرين. طيب الكلنيكال بيكتشر. آآ بيقولك ان في الاول الكانسر دهات ما بيبقاش عامل اي سيمتوم. تمام? آآ وهو اصلا ما بيعملش سيمتوم. دي مشكلة اي كانسر في الدني. السيمتوم زي بتبدأ تظهر لما بيحصل للآآ ياما للسراويندينج اورجنز ياما للبلوت. آآ طيب. وهو غالبا بيكون بالنسبة بقى للكانسر اللي في المجزيلي ساينس. كانسر في المجزيلي ساينس. يعني في خدك بالزبط. هيروح فين? اول حاجة هيروح للنوز. ممكن ينزل تحت يروح للآآ ممكن يطلع فوق يروح للآوربت. تمام? فهو قال لك اول حاجة هيحصل عندي نزل وطبعا بما انه كانسر بيعمل هيمورجيونيكروزيس فبيعمل ايبستاكسيس. وبيعمل حاجة اسمها بالنسبة بقى للآآ قال لك ان هو بيعمل ايه? آآ هينزل تحت بقى للآورال كافيتي. هيعمل ايه? هيعمل اللي واجح في السنان دين تالبين. خصوصا في والآآ والمولر تيز. لان دول هما اللي تحت المجزيلي ساينس بالزبط. تمام? وممكن كمان السنان تقع. السنان اللي فوق دي تقع. آآ ويحصل كمان آآ ممكن يحصل كرح وتورم في البلط اللي هو الحنك بتاعنا. ممكن كمان آآ القانسر ريف ده اللي يخرم يخرم في البلط لحد ما يعمل واصلة. ما بين آآ واصلة ما بين النوس. او المجزيلي ساينس. يبقى عمل لي حاجة اسمها وممكن يعمل حاجة اسمها آآ دوت في حالة ان هو عمل للتريجويد مصل. آآ دوت طلع لفوق. طلع لفين? تمام? في الحالة دي هيعمل ايه بقى? هيعمل هلاقي العين كده. آآ حصل الله يعني كأنها خارجة لبر. هيبقى ناحية ايه? ليه? لان المجزيلي التحت. فهي بتضغط على العين لفوق. فيبقى فهتعمل بروبطوز. تمام? تطلع لفوق. آآ بتعمل حاجة اسمها ايه او اي بي فوريا معلش? اي بي فوريا يعني بتلاقي العين على طول بالدمح. تمام? آآ لي بقى? لان لان حصل للنيز وليك لمالضقت. آآ الي ها القناة الدمعية اللي بتفتح في النوس عمل لها امفيجن. وكمان هتعمل في الايبول اللي هو الكرة اللي في عين دي ما بتتحركش. فهيحصل لي حاجة اسمها ديبلوبيا. لانها بتحصل في عين واحدة. يعني في عين ما بتتحركش. والعين التانية بتتحرك عادي. فاندي هتحس انت كاينك شايف كل حاجة شايف هتنين. ماشي? اه بعدك هالفشل امفيستيشن. اه اول حاجة هتلاقي خدك مورم. مكان المجزلة. اه وهتلاقي فشل براسيزيا. فشل براسيزيا يعني هتحس ان الخد بتاع كده منمل على طول. ومش قادر تحركه. ليه? لانه عامل آآ للمجزيلة طب بعد دي بقى لو حصل آآ هتلاقي عندك آآ اللي هي اللي هي موجودة في الرقبة دي. وتحت آآ متضخمة. يبقى عندي وعبر دي بسيرفايكال آآ طيب بعد كده آآ احنا قلنا القانسر اللي هو السكوما السلكرسينوم. اشهر مكان يحصل فيه. بس برضو ممكن يحصل في النزل كافتي والاسمويدل. في الحالة دي بقى بتاعه يبقى مختلف شوية. هو اول حاجة هحصل فين? هحصل في في الاسمويدل صح? وفي النزل كافتي. فاول حاجة هيروح للنوس. يعمل نفس الحاجات اللي عمل لقبل كده. نزل ابستراكشن. وفنسيف نزل دستشارج وايبس تاكسيس. وبعدك هيروح فين برضو. اللي استلاحظ ان الاسمويدل موجودة بين العينين بالزبط. بين العينين. فهتروح لفين للأوربت وتعمل ايه? تعمل برضو بروبتوزيس. بس في الحالة دي بقى هتبقى لاترال. ليه? لان الاسمويدل صاينوس موجودة ميديل للآي. حط كده ايدك عليها. بين العينين بالزبط. فبتعلم هي لما الكنسر هيكبر وهيزق الاربت هيزقها راحة ايه لاترال هيزقها البر. هيحصل كمان حاجة في القنصص. القنصص دي اللي هي الحتة اللي فين? اللي موجودة بين العينين بالزبط. اللي هي بصوا الحتة ده. فينها دعمل غلط. بص ده الحتة ده كده. ده هي. اللي هي بين العينين. اسمها القنصص. آآ طيب آآ برضو هيحصل في فيحصل تشوف الحاجة كأنها حاجتين. بعد كده لاحز ان انت عندك بقى انت فوق خالص. انت دلوقتي في الاسمه ده. يعني تجد دلوقتي في بتاع النوز. فالكنصر ممكن يخرم اللي بيفصله عن وبالتالي ينزل من النوز ويحصل آآ سي اس اف راين ورية. والسيرفايكال برضو آآ هيحصل تدخم بقى في الغضة الليمفاوية. آآ في الغضة الليمفاوية اللي هي الايه? اللي هي وقابر ديب سيرفايكال ليمفنوتز لو الكنصر بينتعل عن طريق الليمفنوتز. الانفستيجيشن بقى عشان اعرف بتاعت التيومور وصل لحد فين. وكمان عشان اعرف الليمفنوت الليمفنوتز اللي هانتشار له. لو فيه الليمفنوت اصلا ولا لسه مفيش. البوابس بقى باخد عينة من الكنصر. ببدأ ان انا شوفه تحت الميكريسكوب. بشوف الماليجنانتكريكتيريا فيه. اللي هي الهيبركلماتيزم. البوليومورفيزم. الحاجات اللي احنا حافظينا دي. بنشوفها تحت الميكريسكوب عشان اشخص المرض. باخدها من اين بقى? آآ باخدها اما من النوز نفسها. ودي سهلة. او ان انت ممكن تخدش بالاندوسكوب آآ واخدها من الساينوس. تمام? آآ بعمل بقى حاجة اسمها انا دلوقتي فيه يعني لو الكنصر آآ آآ لسه موجود في النوز او حواليه النوز. انا لسه يعني ايه لسه في مرحلة امان. تمام? انما لو الكنصر بقى مسلا راح لاي مكان تاني. حصل له مسلا بلاتس بريد. راح برين راح راح آآ راح لانج. او حصل له مسلا اي حاجة من حاجات دي. خلاص كده العين ايه? هيموت. مالهاش حال. ماشي? فانا بعمل ايه? بعمل شست اكس راي. وبعمل 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 بونس كان وابدومن الالترا ساوند كل ده عشان هتأكد بس ان ما ان هل في بلادس بريد ولا ما فيش. تمام? آآ طيب بعد اه آآ قالك آآ بتاع لو الكنصر مجزلة ليساينس اجراها. هشيله. قالك على حسب آآ بقول لك بريشة مجزيل مجزيل لكتومي. ان انا هشيل جزء من آآ هشيل جزء من عضمة المجزلة. تمام? وده امتى لو الكنصر آآ لسه صغير آآ وكده. انما لو الكنصر بقى كبير. في الحاجة دي انا مضطرة اعمل توتل مجزيل لكتومي. هشيل كل المجزلة والمجزلة ليساينس. تمام? آآ بس. كي احنا خلصنا المحضرة بتاعتنا.